النهاردة شرم الشيخ بتستقبل او استقبلت حوالي خمس تلاف شاب من مختلف انحاء العالم من حوالي مية وستين دولة جايين علشان المنتدى الدولي الثاني للشباب ممكن انت كمواطن ما يبقاش عندك هذا الاهتمام بتاع الدول وتقول هو المنتدى ده هيديني ايه هيعود عليها بايه مش شرط كل حاجة تبقى ليها علاقة بيك بشكل مباشر ممكن تبقى بشكل غير مباشر ما تتساش ان في دولة دولة عندها ايضا اهدفها اللي هتنعكس عليك فيما بعد لكن في دولة زي مصر مثلا عايزة تقول ان انا رغم ان انا بعيش في محيط دولي او اقليمي غير مستقر بس انا عندي امن عند استقرار ده هيسمع معاك في ايه لحد دلوقتي مش هيسمع معاك في حاجة بس هي لما تبعد تجيب وفود شبابية من 160 دولة دول لما هيجوا يعودوا في شرم الشيخ هيطلعوا بره يقولوا ويتكلموا احنا شفنا امن وامان شفنا استقرار شفنا شباب مصر فده هدف بتحققه الدولة انها بتعلن عن نفسها الحاجة التانية ان الدولة عايزة تعمل تواصل ما بين شبابها وشباب العالم ممكن انت كمواطن مهموم بلقمة العيش بسعر كله البطاطس بتفكير الدولة اه توفرنك البطاطس بس هي عندها ايضا قضايا ملحة عايزة تعملها الحاجة التالتة مصر عايزة تستعيد مكانة دولية ليها تراجعت خلال السنوات الماضية عاملة منتدى دولي للشباب عايزة اقولك فكرة المنتديات الدولية موجودة في بعض دول العالم اللي لم ياخد اغلبها فكرة المؤتمرات والكلام طيب في اضافة كمان رابعة ان احنا بنعمل ترويك زياحي غير عادي بتحط مصر على حاجة اسمها سياحة المؤتمرات انت عارف دولة زي اه مش الامارات بقى دبي دبي في سياحة المؤتمرات محققة السنة اللي فات تحفظ الرقم ده واكتبه ورايا اتناشر مليار دولار اتناشر مليار دولار طب هي مصر قليلة انها تعمل سياحة مؤتمرات عندها ونجيب لتناشر مليار دولار ده الهصب بتاعتنا على السياح الاجانب انهم لما ييجوا هيدونها عشر اتناشر مليار دولار تخيل مدينة صغيرة زي دبي مع الاحترام ليها وللمجهود الكبير اللي بيعملوا حكامها وحكام دولة الامارات بتحقق هذا المبلغ من بند واحد اسمه سياحة المؤتمرات مصر بقى مش عجبة ابدا احنا ندعو لانه منتدى دولي للشباب ويبقى فيه افكار اخرى في هذا السياق موجودة في اكتر من محافظة نعمل حدث دولي في اسوان وهكذا انا عايزة وسع الدائرة عايزة حط مصر على خريطة سياحية جديدة هل ده الهدف الرئيسي انا بقولك احد الاهداف طيب هتيك تقولي طب ده من الاخر كلام حلو والدابل عملاو زي الفل وعتنبسط وعتزقطت وحققت اهدفها طب انا فين ما ده هيعود عليك بشكل خير مباشر يعني ازاي ما انت لما بتعمل ترويك سياحي هيجو لك سياح هيجو لك سياح زيادة لما تعمل مؤتمرات هيجو لك ناس اجانب زيادة مين اللي شغال في القطاع السياحي ما هو ابني وابنك اخويا واخوك هم اللي شغالين على التاكسي اللي بياخد الناس العمال اللي موجودة في الفنادق تعرف يعني ايه خمس تلاف واحد مصر واجنابي موجودين في شرم الشيخ اليومين دول للمنتدى الدولي شباب متخيل حجم الاشغال الكبير اللي معمول في الفنادق في فنادق ما شافتش هذا الكام مثلا منذ سنوات بعيدة بيعملولها انت عاش لما بتقابل الشباب اللي عاملين في المطاعم والمنتجعات السياحية بيبقوا في كمة الروع ويقولك حرقتلنا المياه الرقضة طب انت عارف المياه الرقضة دي تحرقت ايه تلات اربعة ايام بس احنا عايزين ده على مدار السنة لماذا لا تكون سياحة المؤتمرات احد الاهداف او المقاصد السياحية الرئيسية على اجندة وزارة السياحة لماذا يبقاش عندي سياحة مؤتمرات تعمل تمانين يوم انا اللي انا عامله في مؤتمر شرم الشيخ دولة اربعة ايام عايزين نكسف نطلع لعشرة وعشرين يوم واربعين يوم وتمانين يوم هيعود عليك هيعود عليك بشكل تاني هيعود عليك في اقتصاد ما السياح دول لما بيوجوا وسياحة مؤتمرات او سياحة شاطئية ما ده معناه دولار الدولار معناه قوة للاقتصاد بلدك واقتصاد بلدك ده قوة لك انت فانا بتكلم عايزك تتابع المؤتمر باهتمام عايزك تشوف النتائج اللي هيطلع بيه والتوصيات علشان ده حدث مهم جدا ماينفعش تفوت ما بقولكش قعد بقى للنهار على اللابتوب والواتساب وعمل تشوف المؤتمر قال ايه والكلام ده عشان ما نتحقش على بعض بس تبقى عارف ان مصر فعلا عامل حدث دولي فريد فريد بالنسبة لنا لكن مش مختلف عن دول العالم على اللي قال بتحط رجلك على طريق دول كتيرة سباعتك ليه سياحة المؤتمرات والمنتديات الدولية تعالوا بقى اخدكم النهاردة للحدث الاعظم هو في حدث غير منتدى الشباب اه في حدث تعارفوا النهاردة ايه النهاردة 3 نوفمبر يا امر عارف 3 نوفمبر يعني ايه ده ذكرى التعويم النهاردة فات سنتين على تعويم الجنيه ترجمة نانسي قنقر